حقيقة وليس مجاملة لم يتم في 20-30 سنة فاتت صحيح احنا عندنا مشروع قومي التف حواليه كل الشعب المصري بكافة فئاته تم خلال هذا المشروع شق شرايين ومحاور مرورية جديدة لم تكن قائمة وبالتالي ساعد في التنمية لأن فيه كثير من الأراضي المصرية لم يكن من اليسير الوصول إليها نتيجة عدم وجود طرق وبالتالي أنا النهاردة قدرت أوصل لكيلومترات كسيفة من الأرض المصرية ساعدتني في أن أنا أنشئ مشاريع زي مشاريع الاستصلاح الأراضي إذا كان فيه مشاريع إسكان أو حتى مناطق لإنتاج إنشاء مصانع ومناطق صناعية كل هذا الكلام كان بجدوى المشروع القومي للطرق والدولة في هذا الصدد بتسير على خطين إنشاء طرق جديدة وصيانة الطرق القديمة لأن أنا عندي 48 ألف كيلو من الطرق القائمة لو سبتهم وهتمت فقط بأن أنا أضيف 5000 يبقى أنا كسبت 5000 وضيعت 48 لكن إحنا ماشيين في الخطين مع بعض بصين الطرق القديمة وبنشئ طرق جديدة أما فيما يخص لسؤال سيادتك اللي هو ربط المحافظات ببعضها المونوريل وسيلة نقل داخل المدن داخل المدن بمعنى أننا داخل القاهرة في المناطق المقتصة زي ما عملت مترو الأنفاء ممكن أعمل مونوريل في بعض المناطق ممكن أربط مثلا المدن الجديدة بالقاهرة أو بالجيزة وده الحالة اللي بنتكلم عنها لربط اكتوبر والشيخ زايد بالجيزة وبالتالي أقل الاعتماد على السيارة الخاصة بالنسبة للنقطة دي دكتور حسن تقليل الكثافة السكانية نفسها داخل العواصم يعني فكرة أنه تطبيق هذه الفكرة بربطها بالمدن الجديدة أو حتى ما بعدها يعني لأماكن غير المأهولة بالسكان لأي مدى ممكن تطبيق هذه الفكرة وعلى مدى زمن يقدي إيه وإزاي هتقلل فعلا من الكثافة السكانية داخل العواصم أول محافظة هي مش هتقلل من الكثافة السكانية لكن أنت عندك سؤالك جميل جدا أن أنا عندي علاقة ما بين الطلب على النقل وما بين الكثافة السكانية يعني دائما بيكون في حاجة اسمها مخطط استعمالات أراضي خلينا عشان بسطها للناس لو أنا عندي الأرض دي صحرة فاضية ما فيش عربيات ولا رحلات ولا أي حال خالص لو عملت مول أو عملت مدرسة هيبتدي الناس تيجي للمول أو تيجي للمدرسة أو للمصنع أو أي حاجة إذن هناك طلب على الرحلات حيثما وجد استعمالات حيثما وجد أنشطة قد تكون تعليمية سكنية صحية تجارية أيا كانت يبقى إذن أنا لابد أن يكون لدي توزيع عادل للكسافات السكنية حتى نخفف الضغط على المرافق ومنها ليس فقط المرور ولكن المياه والصرف والقهرباء وكثير من المرافق الأخرى إحنا عندنا مشكلتنا في القاهرة أن إحنا عندنا في غيبة من القانون في عندنا كسافة رأسية عالية جدا كان فيه مناطق مخصصة أنها قصور وفلات أصبحت أبرج على وعلى أن بعض الاستعمالات تغير من سكني إلى تجاري إلى إداري أو خلافه وبالتالي أصبح هناك عدد أكثر من المستخدمين فأصبح هناك ضغط أكثر على شبكة الطرق وده اللي خلى الدولة بدأت تدخل في مشروعات منها متر الأنفاء ومنها المونوريل اللي بنتكلم عليه لابد أن يكون هناك ووزارة الإسكان عمل هذا الكلام من خلال هيئة العامة للتخطيط العمراني أن هناك مخطط لاستعمالات الأراضي ليس فقط على مستوى القاهرة الكبرى ولكن للجمهورية محدد بكل محافظة منطقة سكنية المناطق السكنية فين المناطق الإدارية والتجارية فين لابد أن يلتزم المحافظين والمحليات بهذا المخطط علشان نحافظ على مستوى التوسع اللي بيصحبه طلب أو زحام مروري وطلب على المرافق بشكل أكثر كسافة فيما يخص متر المونوريل المونوريل داخل المدينة حل جيد لكن ما أدرش أستخدمه في أن أنا أربط مثلا القاهرة ببني سويف أو القاهرة باسكندرية ده قطار ده اللي هو الترين العادي اللي هو سواء قطار فوق السرعة قطار الأنواع المعروفة من القطارات أما المونوريل هو وسيلة داخل المدينة وممكن التجربة التانية تكون في الإسكندرية إن شاء الله مكان قطار أبوئير قطار أبوئير القائم هو طوله 17 كيلو المصار بتاعه أو ما يقارب ذلك وبيتقاطع مع كثير من الطرق اللي عليها مزلقنات وبالتالي المزلقنات دي بتبقى تعتبر مناطق شديدة الخطورة ممكن يحصل حوادث مع حركة السيارات والمشاة فالمونوريل هو عبارة عن قطار معلق معلق بمعنى أنه هو أعلى من الأرض كأنه ماشي على منشأ مرتفع عن سطح الأرض وبالتالي أقدر كتجربة تانية ممكن يكون ده بديل إن شاء الله يبقى التجربة التانية في إسكندرية طب إذا تحدثنا أو رابطنا بين مثل هذه المشروعات على وجه الخصوص القطار الكهربائي وفرص عمل للشباب لأي مدى من أنه ممكن أن يوفر القطار فرص عمل للشباب مش بس داخل القطار أو بالمحطة نفسها لكن كمان بالأماكن المحطات اللي هيكون فيها إنزال الركاب زي مشروعات صغيرة بالنسبة للشباب أو غيرها طبعا أي مشروع بيتم في الدولة سواء مشروع زي المونوريل خلينا نتكلم عن القطار المعلق تحديدا هيبقى دي من المشروعات كسيفة العمالة هيحتاج في فترة الإنشاء أننا هشغل ناس في شركات المقاولات الشركة الأجنبية اللي هتيجي هتيجي بخبرائها لكن مش هتيجي بعملها ومهندسينها من المستويات اللي هي المتوسطة والأقل كفاءة وبالتالي فرصة لي أن أنا أضرب ناسي وأن أنا أشغل الشركات المصرية كتحالف مع هذه الشركة الأجنبية اللي هتقوم بتنفيذ المشروع فأنا مستفيد بتشغيل الناس اللي عندي وبالتالي فرص عمل جيدة فيما بعد انتهاء المشروع سياتك أشارتي لنقطة كويسة أن أنا عندي محطات زي محطات مترو الأنفاء هيبقى عندي مساحات داخل هذه المحطات أقدر أستغل هذه المساحات بشكل برضو يعني جمالي ما يؤثرش على الشكل بتاع القطار وأعمل مجموعة من الاستخدامات سواء إذا كانت محلات أو إذا كانت يعني فوت كورت أو مناطق للمطاعم أو خلافه وبالتالي دي هتبقى بتوفر مناطق أقدر أشغل فيها الشباب بتوعنا وفي نفس الوقت أنا كدولة تبقى مصدر للإراد بالنسبالي أو مصدر دخل أقدر حتى علشان ما عليش تعريفة بتاعت السماوات التفكير خارج السندوق أن أنا أدور على مصادر تمويل أخرى بدل ما أقول الحل البسيط أن أنا أعلي تكلفة تعريفة الركوب أو الاستخدام تذكرها تذكرها تبقى في متناول الجميع هي طبعا لابد أن تكون في متناول الجميع وإلا البديل أن محدش هيقبل عليها غير اللي هم مالك السيارات فإذا حبيت أن أنا أعملها لابد أنها تكون في متناول الجميع وهناك دراسة جدوى فنية واقتصادية يعني أقصد مالية يعني بتقول التكلفة قد إي وأنا هقدر أعمل تذكرة الركوب أو تعريفة الركوب بقد إي وأنا أعتقد أنها يكون مرتبطة بعدد المحطات وده منطقي في أي حتة من العالم يعني النهاردة اللي بيستخدم متر الأنفاء في أي حتة في الدول الأوروبية بيبقى التذكرة تمنها مرتبط بأنا همشي كم محطة وده لوجيك أنه عندنا لازال متر الأنفاء متبقى تذكرة موحدة يعني ما بتبقاش موحدة إحنا لازلنا في متر الأنفاء الدولة يعني عايز أقول أن الدولة بتدعم وما بتكسبش بتخسر لأن النهاردة اللي بيستخدم متر الأنفاء من بداية الخط لحد نهايته بيدفع زي اللي بيركب محطة أو محطتين وهذا الكلام لابد أن ينظر لي لأن طبعا لابد أن أنا أغطي تكاليف التشغيل حتى وإلا يبقى المشروع بتاعي مش هقدر السستينابلتي أو الاستدامة مش هتبقى لابد حتى يكون هناك أنا مش عايز يدر دخلي لأن أنا كدولة فأمخرة اللي بتاعتي دي خدمة بس الخدمة دي لو خسرت يبقى أنا باخد من خزينة الدولة كل شوية فهما أريد يدعمهم محدش قال أن تذكرة المترو النهاردة اللي بيستخدم المايكرو باس حتى بيستفع 2.5 و3 جنيه تذكرة المترو بجنيه فإحنا كل اللي عايزينه أن يكون فيه تفكير خارج الصندوق إزاي أقدر أن أنا أوفر مصادر تمويل علشان أشغل الخدمة اللي أنا بأديها للمواطن أنا مش عايز كدولة أكسب منها تمام بشكر حضرتك شكرا جزيلا على يعني هذا التغطية الشاملة وعرفنا من خلالها القطار الكهربائي وفايدته بالنسبة للمواطن المصري بشكر حضرتك جدا دكتور حسن مهدي وأنت أستاذ هندسة الطرق والمرور بهندسة عين الشمس شكرا لحظة شكرا لحظة شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومتوصلين معكم في هذا الصباح ولكن بعد هذا الفاصل النشراء الرئيس